من كام يوم يا حضرات كنت كتبت على تويتر عندي على حسابي انه قال قائل انه احنا انتهينا من مرحلة الكباري دخلنا في مرحلة السنة دي كاننا من 3-4 ايام كتبت كده بالضبط على حسابي على تويتر ويبدو ان الكلمة دي كانت نبوءة حقيقة انتهينا من مرحلة الكباري دخلنا على مرحلة السنة دي احنا الان شعار المرحلة هو مرحلة السنة دي حل قلت له السيسي قال لنا ليه السندي ليه بيعمل السندي قالها في الفيديو اللي فات قال لان اللي بيدخل وزارة المالية ما بيخرجش فاحنا نعمل ايه في كل حتة كده خرم في كل حارة ولد عترة وصبية حنان وكل نجيرة وعشرة أهل وخلال دي غنية حلو قوي وغالبا لحنا عباظين محمد ففي كل حارة نعمل صندوق الصندوق دي بقى بتاعنا بتاعنا نعمل اهو انا كتبتها والله من امت دي عالي معلش وقال قائل اللي قد 24 نسامبر وقال قائل اللي قال انتقلنا بمحالة الكباري اللي محالة السنديق الخاصة ده 24 نسامبر ايوة متقلق انت علي فديك هتنبوء بقى ان احنا دخلنا المرحلة دي هو قال السنديق دي هدف منها انها تطلع من كل حتة فلوس هذه الاموال ما تدخلش وزارة المالية لان اللي بيدخل وزارة المالية ما بيخرجش فالسيسي عايز يطلع من كل حتة فلوس تبقى بتاعته هو ولم يكتفي بحلب المصريين السنديق في كل حتة لحد ما وصل للجواز انتو يعني هتتعبوني هتتعبوني ده حتى الجواز هنعمل صندوق خاص فيه معلش يا علي اتعب وهات الفيديو بتاع السنديق الخاصة كم من شوية اللي قال فيه وزارة المالية اللي بيخش لها ما بيطلع لها الحل ايه نعمل صندوق خاص في كل حتة دي فلسفة صندوق الخاص بقى ان تطلع فلوس من الهيئات تبقى بتاعته هو ليس لها علاقة بموازنة الدولة ارزع يا علي ارزع في وشي كده ارزع في وشي كده الفيديو اللي قلت لك عليه ارزع الفيديو اللي قلت لك عليه الله يكريمك كده ايوه ايوه الفيديو بيقول فيه بالزبط كده العب ويعني يكون لي اجر ارادة اللي احنا بنعمله نمشيين فانحنا نمشي بالطريقة اللي احنا مشين فيها دي لازم يكون فيه اوعية موجودة الاوعية دي كلها وغير بتتعمل تسانبه شوية وده الكلام ده بتتخب بنيه بتتخب بالنسب وزارة المالية صح كده اديهم الوزارة المالية ده الماء الفيديو تخش تخرج على طول ما فيش امال الناس بتخلص لكن ما خليه في السندوق ده هو بيقعد فيه يعني مش كده يعني يقعد يفرق المالية والحكومة طب اديهم طبعا بصور جيلة طول ده رد دلوقتي ايه هدف السندية الخاصة عشان بس محدش يتوم مننا هدف السندية الخاصة وانتزاع بعض الاموال من الجهات الحكومية او من اي حاجة واستخرجها او ابعدها عن موزد الدولة وتدخل في صندوق هذه السندوق كلها تتبع السيسي حتى الجواز وروح رازع بقى مشروع للجواز بحجة انه ولي على امور الناس قالك الدولة مسؤولة عن انشاء نظم تحقق مقاصد الدين واعد يديهم محاضرة بقى في ان الدين مش بس الدماير الدماير دي ربنا اللي بيحسب عليها الدين كمان مجموعة من النظم والقوانين ده كالحقيقة لنظم ولنيلة هو السيسي عايز يطلع سبوبة وخلاص ايه بقى السبوبة اتفضل قلت اللي النهاردة هيتعمل السندوق حضرتك جاية تتجوز اه خط بقى في السندوق ده مبلغ مش كبير قوي كلناس تقدر عليه اللي يقضل على الجواز يقدر يتفع مبلغ ده مش كده يعني سعبانه فرح مش عارف عامل ازاي وطوارده تتخلق على الشبكة وعلى الفرش هديه بقى الموضوع لا لا ده كتير لا مش كتير الحقيقة انه الشباب مسكو روقوه روقوه بجد على الكلمة دي اللي قاله ده احنا بقعدناش بنعمل فرح اللي قاله حتى الفرح حطيت عينك فيه واللي حطله الخرز الزرق عوزوا بالله من عينيك مسكوه الحقيقة يعني بهدلوه على الفيديو ده معرفش تجابين الحاجات دي منين الحياة في مصر اصبحت سندين سابوبة تقل بيها المواطن مستر سندوق اوف سبينز فاكر اه اكيد المدام صحبت الفكرة انت خلصت من الكبار دخلت على السنة دي واحكام الحفص للزواج في قانون الأسرة مش بيضيع الولاد والولاد التعليمية المطلقة مش بيضيع الولاد وصن الحضارة 15 سنة مش بيضيع الولاد والمجلس القوم المرأة مش بيضيع الأسرة كلها سياسة لا الشباب مسكوه قاساتها للبنات مسكوه قلوه عوزة بالله ده انت عينك فقر يا راجل انت جاي في الجواز وحط عينك كمان فيه حضرات هو السيسي بيقولك احنا بنعمل دي عشان الجواز ده مسؤولية وعشان بيبقاش الطلق سهل عشان يبقى الجواز صعب والطلق صعب حل فنعمل ايه فانت داخل الجواز اصلا طالع عين تلاتين اللي جايبينك فيش او عفش وحاجات وبتاعه مش عارف ايه وشبكة وخصص لا بقى مش اسيبك اسيبك ازاي بقى معلم ده تعالي هاخدنا منك فلوس كمان فعايز يلمي فلوس في صندوق كمان عايز يطلع عين الناس في اجراءات الجواز واعلنها رسميا ان يكون قدام قاضي طب مش هيتسبب ان الناس تروح لسيكة تانية قالك ما انا اعملي بقى اسمع الكلام ده خطر اقوله ولا لا بجد والله بجد وكالب جد قلت له ده نحنخلي اللي يوافع لجنة برئاسة قادي وتروح لها النتائج مميكانة عن طريق وزارة الصحة الى القادي ده في لحدي تصريح سلامة التحليف مش كده حصل والقادي ده مع دكات المستشار من عندكم يا دكتور خالد بيشوف اللي في حصات ديت وبيؤكد وبيدي الاذن للمأزون انه يعمل ايه يوثق انه يعمل العقل حد كتير يقول انت بتعمل ده مش خايف ان الناس تلجأ لحلق لأسلوب آخر اقول والله احنا انا امام الله بشح وبأكد وبأكلم وبعدين بنحاول نعمل مصار هذا المصار يؤكد السلامة لأنه هو بيقول يعني حقيقة اللي قالوا ده خطير جدا لا لا خطير جدا اه بص هي وصلت لحد كده ضريبة على فرحة الشعب حزبي الله ونعمل وكيد مش انتم والحكومة عارفين كل حاجة عن الشعب اكيد عارفين اللي بيروا غطاء اهم حاجة ايه اعتاكم من ايه من التجاوز الفلوس بأسر من التجاوز بأسر راجعي المفروض اللي يتجاوز كمان يدفع عشان العدل بيموت في السنة دي الكاتب محمد عباس لأ لأ الكلام اللي قالوا بقى ده بيقول ايه انت دوئت آخر تتجاوز وخلي بالكو بس عصد فيه واحد من كده حصل في مصر القطر بتاع اسكندرية تالجو اللي بيقولك بيوصل لاسكندرية في ساعتين واتلتو الحاجات دي الفكرة القطر كده اصلا في اسكندرية عادي مش ايه جديد يعني سوى واحد من الناس انه القطر ده بيوصل في سرعة رهيبة جدا تب معادي المفروض يوصل في سرعة رهيبة وكان فيه قطر قابله والأسبان والحاجات دي بيوصل كده والناس بهدلتهم هو هنا بيقولك ايه بقى انت داخل تتجاوز خلاص رحت لأبو العروسة واتفقتوا واحنا بنشتري للجالة وكلمتين دول طب معلم هنعمل ايه دلوقتي تطلع على المستشفى انتو الاتنين تعملوا كشف كلي كامل بيقول الكشف ده ان انتو صلحي للجواز حلو جدا وتروح وتدوه اللجنة اللجنة دي بيقى رأسها قاضي وبعدين القاضي واللجنة تدي للمأزون اذن اكتب على دول طب افرد القاضي مرنجيش افرد كل حاجة ماشية تمام والقاضي مرنجيش ارفع عضية القاضية يعني افرد كل شيء تمام انا والعروسة كشفنا ولقينا نفسنا زي الفل خاليين من الامراض والكستور اوكي وروحنا للجنة اللي رئيسها قاضي وسيادة القاضي ده عنده مشكلة مع ابويا انا العريس او عنده مشكلة مع ابو العروسة وجاله بقى الورق لا مفيش كتابة مش هنكتب بكم هنعمل ايه مبدأين بقى نمسي مع السيكوينس ده هو بيقول العريس والعروسة يقدموا كشف بانهم خليم من الامراض ده اللي بيحصل دلوقتي ده اللي بيحصل العريس والعروسة بيروح يكشفوا ويقدموا وراء انهم تمام الجديد ايه بقى في موضوع لجنة يرأسها قاضي في واحد كاتب صديقي كتاب لي ملحوظة كده على القصة لي وهي ملحوظة خطيرة جدا وتستحق نحن نقولها قال لي ايه بقى قال لي يا رب يكون شايفنا بيقول لي ايه العريس والعروسة لازم يحصلوا على تقر طبي فقال لي ده معمول بيه الآن وبيقدموا للمأزون طيب رغم كده ورغم انه مختوم بختم النص لانه من مستشفى عام الا ان السيسي بيقول لازم يؤرض على لجنة برئاسة قاضي ده طبعا تعقيد لعملية الزواج لانها خطوة ملاش ايه لازمة ما خلصت من روح تكشفت وخدت ورق مختوم بختم النص انا وهي وروحنا دينان المأزون واحد اجراءات المأزون شاف الورق ايه لازمت بقى القاضي ملاش لازمة اوكي وطبعا ممكن يكون الهدف خلي بالك بقى خلي بالك هنا العقدة ممكن يكون الهدف العرض على الامن وعرقلت الجوازة دي تحديدا يوافق على مين ولا يوافق على مين اوبا يعني كده القاضي ممكن حد يأسفن حد فيقولوا ده كم الاخوان او من ضم الاخوان فالقاضي يوقف الجوازة كلها على عيد الحب على عيد بعد كله يجي سيادة القاضي يقوله امك في العشرة ولا طارد مالكش جوازة عندي تسدي ده انا مش هاجبني شكلك انت مالكش جوازة عندي او يعني انه تجي العرعوسة ويقولها يعني تيش غير الجعار اللي عد دمي ده سدي بالله انا ما هجوزه لك اسمع بس فبيقول لي ايه كمان بيقول لي وكمان عمل صندوق برسوم جديدة في الوقت اللي الشباب محجن فيه عن الزواج اصلا لارتفاع التكاليف يعني في النهاية الناس هتتجه للزواج العرفي طبعا او لعدم الزواج في الوقت اللي العنوسة فيه تجاوزت في مصر اربعين في المية فيه اوساط الشباب فوق التلاتين الاتجاه العام خلي بالكم الخطورة الاتجاه العام اللي بيرحوله دهوقتي حاجة اسمها المساكنة يعني بلا زواج الله يخرب بيته دي من عنده هوا مش هاندينا الله يخرب بيته شفت الخطورة فكرة ان الناس تكشف معمول بها دلوقتي فكرة انك تجيب ورق رسمي انه تم الكشف عليك انت والعروسة معمول بها وتقدموا ده للمأزون ورق رسمي معمول بها رح هو اضاف حتة جديدة سمعها لجنة برئاسة قاضي ليه ليه عشان يبقى المزاجه بقى انا اجوز مين مجوز مين ادي واحد التانية بقى انه عمل فكرة السندوق ده برسوم جديدة وبالتالي اصلا تكاليف الزواج عالية جدا فالشباب هتتجي للزواج القرفي في وقت انت كان مفروض تشجع على الزواج لان العنوسة في مصر حسب ما الراجل بيقول لي 40% ده اللي خلق الناس هتتجنن من تصريحات زي دي فكتب الكاتب الصحف سليم عزوز قال له انت خليت الجواز فعل جنائي حج باجراتك دي اهو ده اللي كتب سليم عزوز الزواج بلجنة واللجنة يا رأسها قاضي زواج ام فعل جنائي فيها حج يا حضرات هذا الرجل وصل الى الحد الحقيقة اللي مش بجح ده الحد المجنون المجنون هذا الرجل بيتحكم في كل شيء في مصر حتى الجواز فانت كعريس مفروض ترضي العروسة وام العروسة وابو العروسة واللجنة اللي بيراسها قاضي دي اذا كان معك فلوس مصر اصبحت كوريا الشمالية بس النسخة الافريقية من كوريا الشمالية